اهلا بكم مشاهدينا ومساء الخير عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابع برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى بكون معاكم إمام مختار كل يوم 2 الساعة 7 ويحكى أنا موضوعنا النهاردة موضوع شغلني وبرضو شغلكو كتير جدا موضوعنا اللي هو طول الوقت بنتكلم فيه وبنفكر فيه عارفين هنتكلم عن إيه النهاردة؟ هنتكلم عن الإفراط في التفكير أو زي ما بيسموه كده overthinking يعني طول الوقت دماغي دينامو مطور شغال ما بيفصلش فيه ناس يا جماعة عندها مرض التفكير مرض اسمه مرض التفكير حقيقي الناس دي بتفكر في كل حاجة بتفكر في كل المواقف اللي هي عايشيها ده مش بس كده مش في المواقف اللي هي عايشيها دلوقتي لا دي بتفكر كمان في المواقف اللي عدت ممكن أشغل بالي في مواقف عدة من سنة من سنتين من ثلاثة وأحيانا كمان بيعدي على عشر سنين يعني مثلا تفضل تفكر هي مفصلت من عشر سنين طب هل أنا كنت سبب طب هل هو السبب طب لو أنا ما كنتش قلت الكلمة دي كان زمان دلوقتي متجوزة طب لو أنا عملت كده ما كانش دلوقتي رفع قضية نفقة على أبو العيال طب لو أنا لو أنا لو أنا الدماغ شغالة شغالة طول الوقت وتفضل تلوم في نفسها تلوم في نفسها وزي ما بيقول كده جلد الزيت أنا ممكن أفضل أفكر وأفكر وأفكر مفروض أعمل ده طب و أنا مفروض لما اتقل الكلمة الفلانية لا مفروض كنت ردت كده لا أنا مردتش صح طب أنا المرة الجاية هقول وهقول وهقول التفكير ده حتى وأنا نايمة الناس اللي عندها أوفر سينكينج بيفكروا حتى وهم نايمين وهم نايمين بيفضلوا ياخدوا قرارات في قرارات في قرارات بكرة هعمل بكرة هقول بكرة هروح الاجتماع الفلاني وهعمل كذا بتاخد من الناس دي التفكير ده وقت كبير جدا وبتركز في كل كلمة قالته وفي كل حرف هي قالته بتفكر دايما الناس اللي عندها تفكير زيادة طول الوقت حطين غلطاتهم قدام عينيهم وبيلوموا نفسهم طب والغلطات دي مفوك التعملها لا ما عاملهاش طب أنا ازاي أسكت طب ازاي قالي الكلمة دي وأنا أسكت لا ما كانش مفوود أسكت لا كرمتي لا كياني لا شغلي لا لا طول الوقت تفكير 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 والموضوع ده مش بس عند الستات على فكر ده الموضوع ده كمان عند الرجالة الرجالة شعراها بيقع بسبب التفكير الزيادة ودلوقتي لقينا استتات كمان شعراها بيقع بسبب تروح نروح للدكتور يقولك ده تفكير زيادة كنا زمان لقيها أمراض ورصية وجينية وحاجات كده كتير دلوقتي لا كل الجسم بينهار بسبب التفكير الزيادة وبنلاقي أمراض كتيرة دلوقتي يعني تروح للدكتور نفسين يقولك طب روح الأول لدكتور القلب دكتور القلب يوديك لدكتور الغدد دكتور الغدد يوديك لدكتور تاني ليه تلاقي فجأة سكر نلاقي فجأة ضغط عالي ضغط واطي نلاقي فجأة أمراض في الغدد اضطرابات الغدد الدركية بسبب الحالة النفسية والتفكير الزيادة يعني برضو برضو هنرجع تاني ونقول الحالة النفسية بتأثر على جسمنا كتير جداً من الأمراض العضوية بتبقى سببها التفكير الزيادة الناس دي على فكرة بتصعب علينا الناس دي بجد لازم يصعبوا علينا لأنه هما ما بيبطلوش تفكير والموضوع يمكن هما فاكرين ان هما شايلين مسئولية زيادة عن لزوم وأحياناً بنلاقي السبب مثلاً وهو صغير كان مثلاً الأم أو الأب مديينه المسئولية بزيادة محملينه المسئولية فاللي هو طول الوقت انت لازم تبقى قد المسئولية فبيفكر طول الوقت هل أنا غلطت هل أنا قد المسئولية طب والدي راضي عني طب والديتي كده مبسوطة طب تمام فطول الوقت ده جلد الزيت اللي أنا لازم أبقى في صورة كاملة جداً طب والبنات البنات طول الوقت عايزة عايزة تتجاوز وعايزة تعمل فرح وعايزة تخلف وعايزة تشتغل وعايزة تبقى لها كيان وبتسمع من السوشال ميديا انت لازم تشتغل ولازم تنزلي ولازم تعمل فاللي هو طول الوقت هي بتفكر في سبعين حاجة عايزة أعمل وعايزة أعمل وعايزة أعمل بالتالي في الآخر بيبقى عندها اضطرابات في النوم اضطرابات في النوم الناس دي ما بتنامش كويس هي بتفكر حتى وهي نايمة وعلى فكرة هي ممكن تفكير ده يبقى إيجابي أو يبقى سلبي تفكير إيجابي اللي هو أنا هعمل وهسوي وهنزل أشتغل وهعمل ده تفكير إيجابي تفكير السلبي بقى لأ طب وانا مفروض كنت أعمل كزا طب وانا مفروض كنت تردد كزا فاللي هو يفضل اللوم الزياد طب يا ترى يا إيمان ايه أسباب الأوفر سينكينج ايه أسباب الاضطراب التفكير ده وهل نقدر نسيطر عليه يمكن هو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة أسباب التفكير الزيادة الأوفر سينكينج وازاي نقدر نسيطر عليه وإيه أسبابه وهل أسبابه وإحنا أطفال يعني هل إحنا عشنا مشاكل فخلتنا طول الوقت شغالين دينامو ولا زيادة ولا أسبابه أن الحياة سريعة وانا عايزة أعمل كل حاجة في وقت واحد يعني وازاي نوقف المطور يعني ده يقف أنا ساعات على فكرة أنا كمان مريضة زيكم بالأوفر سينكينج أنا ساعات ببسك دماغي وقولها اوف خلاص اعملي اوف بقى كفاية ساعات وانا نايمة ببقى بصحة على حاجات أنا عمال أفكر فيها وانا نايمة وده من الصح أسئلة كتير قوي أنا زيادة نفسي عايز أعرف إيجابتها إحنا ليه كده ليه دايما بنفكر بشكل غريب وليه دايما نحسين بالهم والغم والحزن تفكير 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 معين حياتنا على فكرة فيها نعم كتير قوي حلوة فيها نعم كتير قوي حلوة تخلينا راضيين وهديين ومبسوطين هنعرف إيه الأسباب من ضيف اللي هينورني في الستوديو الدكتور عمر شليل استشاري الساحة النفسية